وبعد طول تردد وتمنع ومقاومة قرر سيد البيت الأبيض أنه يبلع حبة الدواء للسوبر مرة أبو السوس ليش بنعمل اليوم لقاء استثنائي اليوم الثلاثاء يعني من تسدناش ليوم الجمعة حسم الرئيس الأمريكي جو بايدن أمر زيارته الرياض النهاردة من ساعته ليلة الخبر أصبح رسميا بعد إعلان الديوان الملك السعودي توجيه الملك سلمان ابن عبد العزيز عاهل السعودية دعوة رسمية للرئيس الأمريكي جو بايدن لزيارة المملكة العربية السعودية بايدن سيزور السعودية يومي الخامس عشر والستس عشر من يوليو المقبل زيارة بايدن للسعودية بدعوة من الملك سلمان منتصف الشهر المقبل يومي خمسة عشر وستعشر من شهر تموز يوليو المقبل إعلان رسمي من قبل البيت الأبيض أصبحت رسميا بعد إعلان الديوان الملك السعودي اليوم حسم على الأمر وهد السعودية إذا بعد فيك تهديها أنه يا با إجعل عنا بايدن وزارنا بأخيه وإذا زارك؟ وإذا زارك؟ ليعطيين الموضوع؟ هذه الأهمية الاستراتيجية مفهمة؟ عشوية أبو الصوس رح تقرأ تبلش تقرأ عنوين من نوع بايدن في المملكة العربية السعودية مخفوراً خيه كلها زيارة والله العظيم زيارة شو فاتح الأندلس أنت؟ ما دام زارنا يعني رضخ لنا ترام زارنا يعني أعطانا مكانه وإحنا ركعناه على نفس الفكرة يريد أن يطبقها على بايدن فكأن أمريكا وبايدن قد أخضعوا لمحمد بن سلمان البيئات المتحدة الأمريكية لا تتراجع أمام دولة هي لا تعتبر ند لها يتم تصوير الموضوع تحديداً في الأعلام السعودي على أنه انتصار للسعودية ولشخص محمد بن سلمان تحديداً انتصاره بس أبو الصوس هايدي الزيارة اللي بيسمع شو عمين حكى عنا بيصير يعتبرها مؤشر إلى نهاية القرن الأمريكي وبداية القرن السعودي مش أقل من هاك يا حبيبي شو عم بيصير حبيبيتي حبيبيتي بالرياض بدنا نروق بدنا نروق وبدنا ما ننسى كل واحد السعودية هي أداد أمريكية مية بالمية مية بالمية وبالتالي الإعلام السعودي بده يروق أبو الصوس يعني خففولي مطبلين سعوديين وزباب إلكتروني سعودي شي ما بقى ينحمل يا زلمي ما بقى ينحمل ما نجرستونا أنا رح أعرض بس عيني نموذج من المطبلين السعوديين ومن الزباب الإلكتروني ونوعية الحكي ونوعية الصفات اللي عم تنعطها لزيارة بايدن على المملكة ركع بايدن تراجع بايدن تنازل بايدن تفضل تفضل من تنازل لماذا؟ هذا تنازل من قبل جو بايدن هل تعتبر الزيارة تراجعا لأمريكا؟ جو بايدن هو الذي تنازل وهو الذي ركع بايدن ركع وتراجع أنت قطيري الأمير محمد بن سلمان سطع أن يصمد وستطع أن يجبر بايدن ابن سلمان نعترف حقه لو عايزه من الذي تنازل لمن؟ بايدن هو الذي تنازل وقاتل يسترضي حمد بن سلمان ركع بايدن خلاص 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 بقى وقفوا لي هالتطبيل السعودي بس هول كلهم مش سعوديين أبو السوس ما فهمت ليش لزقها بالسعودية أنت؟ هول كلهم ضد المملكة العربية السعودية بعرفهم واحد واحد هول جماعة حلب المملكة وجماعة بول البعير وجماعة السعودية تابعة والسعودية أداة وهم يجمع إياههم أنه يبقى أنه أنت عامل الفتح المبين سبحان مغير الأحوال يعني باعتقد لازم نوقف عندها كل القنوات اللي كانت بتشتم السعودية وتهاجم السعودية والطب اللي أي شي سلبي جاي عن السعودية عم بيقولوا اليوم بايدن تراجع وخضع وتأدب بس أبو السوس أنت أكيد عم تعمل فيه مقلب لنهاية الموسم لا يعني اللي عم بسمعه صحيح هذا اللي سمعناه مضبوط هني قيلينه أكتر شو بعد فيه أكتر بايدن هو لجائل المملكة لأنه هو محتاج المملكة بايدن المحاصر بأزمة اقتصادية خانقة بايدن حقيقيا يواجه مأزقا خطيرا جدا ونتضخم مشكلة تواجه بايدن والتضخم في أمريكا بيقترب من اللي هو عشرة في المية بايدن فورت الولايات المتحدة الأمريكية اليوم تريد أن تستفيد سياسيا من المملكة العربية السعودية وأقتصادية فلذلك وين بروح ما إلو غلاد إلا المملكة العربية السعودية هذا اللي بتهيئها أمريكا وبرجع بقول هيدا كله بالإعلام المعادة للمملكة العربية السعودية يعني المعدة للمملكة مش عايزة تفتح تمه بحيالله تعليق عن موضوع زيارة بايدن إلى السعودية الإعلام المعادة مكفة وموفة ما هيك يعني ما بعرف قال لك مأزوم وين بدو يروح بيجي على الرياض خي ما كانت الرياض من يومين ما بتسوى وما إلى أي قيمة وانتهت وخلصت كيف يعني المهم بعد كل العناد الأمريكي والتصعيد الولاد الأمريكي ضد الرياض سيأتي الرئيس الأمريكي جو بايدن إلى المملكة العربية السعودية سيأتي تبه أبو الصوس لمحاولة التفاهم مش إنه متفاهمين وجاي بس يمضي لا لا جايين يبحثوا هلأ يمكن ما يرقص بالساف مثل ما عمل جورج دابليو بوش بس الأكيد إنه رح يغني وباللهجة المصرية موسيقى 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 موسيقى